السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نقدم لكم النهاردة برنامج اتش ار كامل. برنامج ايشون العاملين اتش ار الفين خمسة وعشرين. برنامج مصمم بطريقة احترافية طبعا. ده تصميم الاستاذ احمد حافظ او المهندس احمد حافظ تمام. اه الراجل منزله مجاني. وفي حد بعث لي البرنامج وقال لي هو منزله مجاني. فنحن نشرحه النهاردة. ونزلك الملف مجاني. وما تنسوش الاشتراك ودعم القناة ان شاء الله. اه البرنامج برنامج مميز جدا. ان انت تقدر تخش عليه. تمام? تقدر تدخل بياناتك اللي انت عاوز تدخلها. تمام? مجرد ان انت بتكتب اه البيانات بتاعتك. اه اتش ام تمام? باللغة العربية طبعا. اه اتش ام. والرقم السري هنا واحد اتنين تلاتة. وانت بيبدأ يفتح معاك البرنامج بالطريقة دي. في الناس بتقول ان البرنامج مفتحش معايا. فطبعا هاعرفك ازاي البرنامج يفتح معاك. تمام? هنا بتقفل لو انت عاوز تقفل تمام بتقفله. انت لا اول مرة جاية تفتحه وبتفتحه بالطريقة دي كده. بيزهر ما عندك حاجة اسمها او تمام? او تمكن المحتوى. بيبدأ يزهر معاك البرنامج زي ما انت شايف كده باللغة كده زي ما انت ايه واضح قدامك. اول حاجة طبعا لو انت عاوز تعمل اوزر نيم وباسورد جديد تمام اد اوت بتعمله اوزر نيم وباسورد جديد وتخش على الوزر نيم والباسورد بتاهم. لكن النهاردة انا هقولك الوزر نيم والباسورد طبعا اللي احنا شغالين بها او اللي منزلها الباشوان دي ساحمر. تمام? ان انا اقوله اي اتش ام تمام? واقوله واحد اتنين تلاتة طبعا واحد اتنين تلاتة بقول لك انت بفتح معي البرنامج بتاعي زي ما انت شايف كده باللغة قدامي كده. البرنامج زي ما انت شايف فاتح معي هنا في شاشة رئيسية كده ممكن اعمل عليها كده. اه بدأت تظهر معي البيانات اهوت من هنا كده بتختفي البيانات دي. من هنا بتظهر البيانات بتاعتك والشاشة الرئيسية. ولو انت عملت اه خروج مستخدم. هنا بتقول له الغاء او ايس. لو اعملت ايس بيرغي لك بيخرج. وهنا لو اعملت الغاء بيرغي لك البيانات بتاعك. تمام? تاني حاجة هنا الدياتا. تمام? الدياتا اللي بتزهر معك بتبدأ تزهر معك الشاشة هو. تمام? ممكن تكبر دي شوية كده. ما فيش مشكلة. عندك ظهرة البيانات كلها هيك. تمام? هنا تنظيف وهنا دخول وهنا تعديل وهنا بيانات جديدة. هنا بيدي لك البيانات اللي انت عايز تشتغل عليها بالكل سوء. واه كل البيانات هنا الداتا. وهنا عندي اهوات تمام? بتقدر تخش على اي بيانات انت ايه? انت ايه موجود فيها. يعني اي بيانات انت موجود فيها. اضافة اهوات. هنا تعديل. دخول هنا آآ بدي ايف هنا كمان؟ تعمل لو انت عاوز تمسح البيانات بتاعتك. من تخش على الراحتك. وممكن من هنا بتقدر طبعا بتخش لازم تخش كده عشان تبدأ تخش على ايه البيانات بتاعتك. تمام? هنا اول حاجة عشان تبدأ فاهمها. هنا الاكسام. يعني انا هنا الاكسام. لو انت بحثت هنا مسلا قلت له مسلا ايه? اه دكتور. مسلا املت اه دكتور كده وكتبت مسلا دكتور. تمام? دكتور كده تمام? وكتبت مسلا عملت هنا بحث هنا 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 بحث او اضافة تمام? او سيرش او عملت سيرش مسلا هنا هيديك ايه البيانات? بس هنا مفيش ايه مش موجود بيانات تمام? هنا مكتوبات هنا ايه? لاضافة والتعديل هنا تمام? ممكن اقول له ايه? دكتور كده. دكتور تمام? او هنا مش هيقول لك مفيش مسلا لو انت كتبت مسلا ايه? عندي ايه محاسب. محاسب اهو تمام? وعملت ايه هنا? دخلت عملت اضافة ايه اعمالية نجاحة وتم ايه الدخول تمام? هنا ممكن ايه اقول له تعالى كده هنا كده اقول له اضافة. اصلا هزا البيانة موجود بالفعل خلاص? هنا لو انت عاوز تبحس هنا عن محاسب لو انا خدت المحاسب ده كده وعملت لهنا بحث كده تمام? او هيقول لك هنا ايه في محاسب خلاص ايه اللي انت كتبته خلاص? اضيف محاسب ممكن اكتب دكتور تمام? وعمل له اضافة. اضيف قدامك تمام? بعض البيانات. ممكن هنا باق باج اقول له مثلا ايه? اه هنا اه عامل فني تمام? اقول له اضافة. ممكن اقول له هنا ايه? هنا كده محاسب حاسب قانوني. تمام? اضافة اوات. عملية نجحة. لو انا جت هنا مثلا شلت ده كده خاص كده وعملت مثلا ايه? اه بدأ يظهر لك البيانات بتاعتك كلها. لو انا كتبت مثلا هنا دكتور اه دكتور خلاص كده. وايه? جت اعملت انتر بيبدأ يدي لك ايه? البيانات بتاعته مثلا هنا. اقول له خلاص اقول له دكتور اضافة. اوさه 남عة لا يزيdro فيما بالفعل خلاص انا ايه? البيانات بتاعت موجودة عندي في في البيانات اللي انا اشغال عليه. انا عندك محاسب هنا دكتور ممكن اقول له ايه اه هنا مسلا اقول له اضافة خلق انا اقول له مسلا ايه اعمل اعمل صيانة صيانة تمام دي الوظائف مسلا اوها تقول له ايه تمام واجي هنا بضيف برضو الاقسام اقول له مسلا قسم ماشي ممكن اه المحاسبة تمام واعمله اضافة ممكن اقول له هنا تعالى اقول له مسلا قسم اقول له مسلا قسم اه المعينة المعينة تمام والاضافة ممكن اقول له هنا قسم اه اه التنفيذ اه اي بيانات انت عايز تستعملها تقدر انضافت معك البيانات هنا اختبارات بقى الحاجات دي تلاتين يوم والبطاقات اللي بتخلص منك خلال فترة زمنية محددة اللي انت بدأ تبدأ تشتغل عليه يبقى من هنا بنقدر نضيف ايه الوظائف حسب حسب ايه البيانات اللي موجودة معي خلاص انا هنا ايه خلاص هو البيانات الاضافات اللي انا بيبدأ اشتغالها وهنا الشاشة المتحركة اللي انت بتبدأ ايه تعمل وهنا اللي انت ممكن تشتغل عليها هنشرحها واحدة واحدة وهنا مول كده تمام اهوة طويقة البيانات بتعودتك لكن انا نخش هنا في الداتا اهم حاجة عندي تمام والداتا ديت مبنية عندي هنا اهوة على ايه? على بيانات اهو مبنية هنا ايه على بيانات اقدر اشتغل عليها تمام وهنا لو فاتح ده كده اهو بيبقى لهي الشاشة اوتوماتيك. قلوه هنا الديتا Adriana. هنا البيانات الرئيسية اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها في النموذج بتاعي ممكن اقوله هنا موظف رقم واحد هنا بديله رقم التليفون ممكن زيره عشرة تمام تاريخ الميلاد ممكن اديله اي تاريخ ميلاد مسلا هنا اقول ارجع كده في البيانات بتاعت كده تمام كده واجه اقول له مسلا اي بيانات انا بقدر اقوله ايه? اقول له اوكي تمام ببدا يديني البيانات اقول له هنا القسم اه عندك الاقسام اللي احنا طفنوها اوتوماتيك بتزر اقول له قسم المحاسبة. رقم الجواز. بكتب اي رقم طبعا. هنا آآ بدل آآ بدل مواصلات. مسلا اقول له ايه? الف ومئةين. تمام? وهنا ما اقول له الاسم مسلا. اقول له موظف كام رقم واحد. تمام? تمام كده ايه? موظف رقم واحد ايه? محاسبة. محاسبة. طبعا احنا مش بنكتب الاسماء عشان خاطر آآ بتتحزف من الفيديوهات. هنا العنوان ممكن اقول له مسلا القاهرة. تمام? ممكن اقول له العمر. هنا بدي لك العمر بتاعه كام? آآ بدي لك العمر هنا واحد سنة. لان هنا من الفين ٢٢٣. لو انا قلت له لا خليها مش ٢٢٣. خليها لي مسلا ٢٠٢٠. آآ كده ممكن ٢٠. ماشي? آآ بدي يدي لك ايه? عندك العمر ٢٤٤ عام للنموذج بتاعي. الموقع بتاعك آآ موقع موقع رقم واحد. تمام? تاريخ الانتاء الجواز. اهوة الجواز بتاعه تاريخ الانتاء بتاعه كام? ممكن اقول له مسلا اهو. واجه اقول له مسلا هنا يوم ٣٣. اقول له اوكي. تمام? وهنا اجمالي الراتب. مسلا هنا اجمالي الراتب ١٠٠. هنا بدل مواصلات. وهنا اجمالي الراتب. تمام? موجود عندي هنا ١٠٠ عند يواط لو انا ايه البيانات اللي انا ايه اشتغلت عليه. هنا الجنسية ممكن اقول له ظكر. تمام؟ وهنا جنسية مصري. تمام؟ كيف اسوه مصري? نعم؟ واقول له هنا ظكر. تمام؟ وتاريخ التعيين. ببدأ اقول له تاريخ التعيين. مسلا انا يوم واحد. مسلا اقول له اوكي. تمام؟ وهنا رقم البطاقة بيحط اي رقم بطاقة طبعا كل واهمي. والراتب الاساسي. تمام? بتاعه ده ده بدل مواصلاته. وده الاجمالي الراتب. وده الراتب اللي انا بدوله. ممكن اقوله ايه? الفين وستوماية. تمام? لاحظت لما قل ه الفين وستوماية? تعال كده. آه بدأ هنا اجمل اله Pietet بقى كام? تلات تلاف و تنمويت جنيه. تمام? هنا ممكن اقوله الوظيفة. ممكن اقوله ايه? هنا محاسف بيه القانوني. تمام? اللي انا كنت عملتها. ومين هنا تاريخ الانتهاء. تاريخ الانتهاء كده. تمام? الربطاءة. مسلا ممكن اقوله ايه بعد ايه? بعد تلات اربعت شهور او خمس شهور ما فيش مشكلة وقول له اوكي تمام بدل سكن انا بحط له هنا بدل سكن كمام مسلا ايه اه الف ومية تمام بيبدأ يدي لك الاجمالي اه الاجمالي بيبدأ ايه ينضف لك هنا بيضيف لك الف ومتين على الف وستمية على الف ومية بدل السكن اللي هو موجود معك بيبدأ يدي لك البيانات اللي انت ايه اشتغلت عليها ده ممكن تبحث برقم الموظف وممكن تبحث بالاسم ورقم التلفون ورقم البطاقة اللي انت لو انت عايز تبحث فيهم في النموذج بتاعك من هنا طبعا بتقدر تشوف صورة لو انت عندك صورة مثلا ممكن اخش على كده تمام اقول له مثلا صور كده ممكن اختار مثلا من هنا العملاء واجه اقول له تعالي كده تمام لازم تكون محضر الصور بتاعتك عشان تبدأ تحط الصورة تمام في النموذج بتاعك تمام مجرد ما من هنا تمام انت بتعمله ايه هنا اوه خلاص هوت بتبدأ تعمله ايه اضافة تمام اضافة خلاص بيبدأ يضيف لك اه تمت عملية اضافة بنجاح وبدأ يقول لك هنا ان انت عندك عدد موظف واحد وجواز يقترب من الاقتراب الموعد بتاعه ما في زيرو وبطاعة الاقتراب الموعد النهائي برضو زيرو وهنا كمان بطاعة انتاء البطاقة زيرو مش موجود معي تمام ده اول حاجة ممكن ندخل واحد تاني او مفيش مشكلة ممكن نجي هنا مثلا ممكن زيرو اتناشر تمام ونكتب الاسم هنا مثلا اه موظف رقم عشان نبقى نبحث رقم اتنين تمام واقول له العنوان بتاعه مثلا انا مثلا اقول له اسكندرية اسكندرية تمام واقول له تاريخ الميلاد ماشي تاريخ الميلاد ممكن احط له ايه اقول له كده اقول له اوكي واجه اعدل في هنا كده مسلا اقول له ايه الفين وخمسة تمام وهنا القسم اقول له قسم المعينة وهنا رقم الجواز احط ايه رقم جواز تمام طبعا رقم وهمي بدل المواصلات اقول له مسلا الف وستمية وهنا اه هنا موقع العمل تمام موقع اه رقم تلاتة تمام وتاريخ الانتهاء ممكن اقول له تاريخ الانتهاء مسلا يوم ايه واحد وتلات او تسعة وعشرين اقول له اوكي تمام وكمان اقول له هنا يجمل الراتب رقم البطاقة بنحط أي رقم بطاقة طبعا تاريخ التعيين ممكن اقول له تاريخ التعيين كان يوم 13 تمام وكن ذكر أنثى أقول له أنثى الجنسية أقول له ماما مصرية أو مثلا سعودي سعودي كده مسلا آه hasn't سعودي تمام سعودي خلاص كده وجاء يقول له هنا الراتب بتاعه الأساسي هنا 3600 هنا القسم بتاعه قسم هنا дική او محاسب اقول له محاسب مسلا وهنا تاريخ الانتهاء تاريخ الانتهاء مسلا اقول له مسلا ايه هنا يوم ايه سبعة ده اقول له اوكي تمام واجه اقول له بدل السكن ده اقول له مسلا الف وستمائة جينيه بيبدأ انضاف له على ايه اوتوماتيك اهو بيبدأ انضاف له هنا ايه في البيانات لو هنا لو انا كتبته الف اهو بيبدأ يغير اوتوماتيك هنا لو كتبت مسلا الفين وستمائة بيبدأ يغير اوتوماتيك ويدي لك اجمال الراتب بتاعك اللي موجود معك في النموذج بتاعي. مجرد ان انا بعمل حفز او اضافة. بيبدأ يضيف. عملية نكحة. ويبدأ يدي لك شاشة. شاشة رئيسية. تبدأ تشتغل عليها. بقول لك اجمال الموظفين. جوازات اقتربت موعد الانتهاء. ويبدأ يدي لك ايه البيانات اللي انت هتبدأ تشتغل عليها. ومن هنا بيبدأ يدي لك ايه اخر موظف انت اشتغلت عليه. اهوت. لو انت فتحته هنا. هيفتح معك. تمام? لو انت ممكن تبحس باسم باسم الموظف. ممكن ابحس اسم هنا او الموظف. بتبدأ او ابدأ يبحس لك هنا في موظف رقم واحد وموظف رقم اتنين. لو ضغط على اتنين بيضغط. لو انت مثلا بحست برقم التليفون زيرو اتناشر. تمام? مسلا هيبحس لك وتعملت سيرش هيبدأ يبحس لك على ايه? زيرو اتناشر او زيرو عشرة. تمام? وتبحس عن الارقام. تمام? ومن هنا رقم البطاقة لو استبحس برقم البطاقة او رقم الموظف. ما فيش مسلا اقول له اتنين. هيبدأ اجيب لي اتنين. اقول له مسلا واحد. هيبدأ اجيب لي ايه? رقم واحد. والنموذج موجود معي بكل احترافية. هنا طبعا هنا بنبدأ يعني نشتغل هنا. اقول له تعديل. لو انا عاوز عندي مسلا اخش على رقم مسلا. الرقم الموظف ده رقم اتنين. تمام? واجه اقول له ايه? افتح لي رقم اتنين. واقول له هنا ايه? خليلي مسلا ايه? عندي الموقع بتاعه ده. موقع رقم ايه? مسلا اربعة. تمام? واخلي الراتب بتاعه مسلا خمس تلاف ومت ايه? تمام? وبقول له ايه? تعديل. خلاص كده. ابدأ اعدل. التعديل بنجاح. وتم التعديل بنجاح. تمام? هنا بتقفل ويبدأ ادي لك ايه? النموذج الاخير ده. لكن انا ما اعملش كده. طبعا بخش. انا بوريك كل حاجة عشان تبدأ تخش ايه? هنا تبدأ تخش على ايه? البيانات بنفسك. هنا ايه? تمام? ام? تمام? وقول له ايه? واحد. اتنين تلاتة. تمام? بيبدأ افتح لي النموذج زي ما انت شايف كده. تمام? ويبدأ ايه? افتح النموذج من هنا. خلصنا البيانات. هنا طبعا بنخش ندخل البيانات بتاعتنا. فيش مشكلة. وهنا الريبورتز. تمام? الريبورت بتاعي هو. ببدأ اخش. بتبدأ تشوف هنا الجنسية. اي جنسية انت عايزها. تمام? وتبدأ تبحث عن ايه? موقع موزة مصر الجنسية. تمام? مصري. اهو. تمام? اقول له التقرير. اعمل له تقرير. بدأ يجيب لي ايه? نموذج رجيسي الموظفين بتوعي. تمام? او ممكن بتبحث بتاريخ التعيين. من الى وتبحث عن التقرير بتاعك. او تقول له مصري وتعمل التقرير وتعمل ايه? ايه? تقرير. اهو تمام? وتعمل لو انت عاوز. اهو. هل تريد حفز التقرير? قلت له نعم. اتفاص لك التقرير. تم حافز البيانات بنجاح. ويبدأ يدي لك التقرير. اه بيبدأ يفتح معك التقرير بقى. لازم نشوف التقرير بتاعنا بدأ يشتغل ازاي? اه بدأ يديني اهو الاجماليات ويديني البيانات بتاعته بكل سهول. تمام? اه حاجة من حاجات الجميلة جدا اللي انا شفتها طبعا المجانية اللي انت تقدر تحملها بكل سهولة. وطبعا بنشكر تاني مرس المهندس سحمد حافز اللي نزل البرنامج ده. تمام? هنا التقرير ممكن اخش هنا كده. تمام? اقول له تعالي. تمام? الريبورت بيبدأ يدي لك الريبورت اهوات. تمام? ومن هنا مور بيبدأ يديه لك اهوات. كوي. اهو. وممكن اقول له ايه? تعالا. اقول له ايه? من هنا. يبقى انا ممكن نعمل اف ونبدأ نقفل البرنامج بتاعي اللي انا هتشتغل عليه. واقدر اطلع البيانات بتاعتي اللي انا ايه اللي انا اعملها. طبعا برنامج مجاني لوجه الله الكريم بالكامل. اه حاجة حاجة مشرفة جدا. وبيانات مشرفة طبعا تقدر تشتغل عليها. في البيانات بتاعتك اللي انت اللي انت عاملها. وممكن تبحس زي ما احنا قلنا من هنا. طريقة البحس هنا اتنين مسلا. ده يدي لك الموظف اللي انت ايه اشتغلت عليه. وحطيت البيانات بتاعته اللي موجودة معه. اه حاجة احترافية ونموزج اعترافي وبرنامج اعترافي ان شاء الله وهنا ممكن تعمل تنظيف وتمسح ومن هنا ممكن تعمله على طول اوتوماتيك بيبدأ يدي لك هنا بيانات هنا اوتوماتيك تحفظه اوتوماتيك هنا بدي اف نعم بتقدر تحفظه بدي اف هواته ديقدر تدي البيانات بتاعته بتظهر معاك بالمنظر اللي احنا شايفينه ده برنامج مجان الوجه اللاب الكريم نتمنى ان يكون اشرحنا عجبكم وطبعا لو مش مشترك في القناة اشترك وادعم كمان الاستاذ احمد حافظ في البرنامج بتاعه اللي منزله مجاني لنشر الفيديوهات مجانية بازن الله شكرا لحضراته